نسحق الملح الخاشن لا نستطيع ينطع التقامل الملح إنجليزي ينبط متوفر يعني عند اللي يبيعون يلقاهم توفر اللي يبيعون يعني في دي ساشي ولا بالميزان كي ما حبه هم توليليهم والملح الإنجليزي هو اللي لازم يكون أساسي لخاطر هو اللي في هاد الفوائد تاني اللي ملاح للألام المافاصل ولا التشنوجد فوالا لازم يكون عنا كيلة ملح خاشن مع نص كيلة مع الملح الإنجليزي وعندنا ثاني سامحيني مريم تلفت لشنك لازم بحرف وصل الأملاح هادوما كامل اللي لازم نحضر عليها في كل وصفة واللي هي البيكاربونات اه داكور عنا 4 كيلة من البيكاربونات دونك هادي رح يفيدونا بزاف قادوا كامل نخلطوهم لكن احنا لابدنا باللي الأملاح ومع البيكاربونات كي نديروهم رح يتنشف لنا البشرة التانى انا مشي خلينا من التفاعل اي بوسكويدك هو لي خوف اولي نطلق شباع ونقول لك دونك هادي رحنا كي نخلطو هادوما باش ما ينشفناش البشرة التانى نروحو احنا زيدو زيد جوز الهند زيد جوز الهند اللي مليح بزاف للبشرة التانى يرطبها وتعني عندو ريحتو شباب بزاف اكزاكتر فعنا دونك يخلطوهم هنا ينروحو يعني المكونات اللي يقدرو يزيدوهم عنا هادوهم المكونات الاساسية اللي رح يكونوا والباقي اضافات يعني يزيدوه اضافات حبو زيوت عطرية او لا هادوك فعنا دونك ندام حكيتي على زيوت العطرية نديرو عنا زيت الورد اللي مليح تانى بزاف البشرة يبيض ويوحد اللون تاع البشرة وريحتو تعني شباب بزاف فعنا دونك يقدرو يديرو يعني قاطرات من زيت الورد مع الورد المجفف يعني كما يشوفو في الصورة احد تمدنا يتانى يجون بزاف شبابين فعنا يقدرو يديروهم حتى الملوين يعني الملوين العادي نومات ولا يخلوه يعني هكاك ابيض هادي هما ويحسب الرغبات تحهم دونك هادي بالنسبة للورد للورد ورح يديرو يعني الورد اللي يدارو الورد المجففه يكون مع زيت الورد طبعا عندنا تانى يقدرو يديرو الخوزامة الخوزامة تانى مليحة بزاف ومعروفة انها تهدئ مهدئ للأعصاب دونك يديرو الخوزامة العادية يعني هذيك اللي يشروها من عند العطار ومع زيت الخوزامة ويحبو تانى الخوزامة على بنابل الجيموف يحبو يديرو لها الملوين ورحتها شابة ديجا ورحتها شابة ولا الليمون اللي يحب الانتعاش ايه يدير قشورة الليمون مع زيت الليمون